في آخر القصيدة بعد ما ذكر كل الصعوبات اللي مروا فيها في تلك المرحلة يقولوا ربعي إلا جاء من الدهر نائبة إلا قلت قولن مايران سواه يجي معدخير بالله ما يحتاج أي إنسان اليوم يشرح هذا البيت أو ظروفه لكم في اللي أنتو تعيشون اليوم أكبر مثال كلنا مع قيادتنا وقيادتنا معاه وربعي إلا ما جاء من الدهر نائبة إلا قلت قولن مايران سواه وبشروا بالعز والخير أبشروا بالعز والخير والله العظيم